يرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر سيعقبها زيادة في التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي إضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي كما يشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الأفريقي تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتي على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017 وفقاً لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارية وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون 880 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017 وأشار التقرير إلى ارتفاع الوردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 مليون و130 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليون وتسعمائة وتسعين ألف دولار خلال عام 2017 وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلاً عن التشاور السياسي حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كل البلدين بالفرص لاستثمارية المتاحة